اشتركوا في القناة اسأل الله عز وجل ان يجدد الرحمات على روح امامنا الذي كان سببا في اجتماعنا هذا فرحمة الله عليه رحمة واسعة والحقنا به مؤمنين محسنين مجاهدين هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم هو موضوع وصفه صاحبه بانه اجل الموضوعات على الاطلاق لاننا نعلم ان العلم يشرف بشرف موضوعه وموضوع علم السلوك الى الله تعالى هو القرب من الله تعالى صلة العبد بربه تقرب العبد من ربه فوز العبد بربه ويا خسارة كما يقول السعب السلام يا خسارة من خرج من الدنيا وليس له حظ من الله ولا نصيب ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير الموضوع جليل عظيم لا يدعي احد الاحاطة بكل جوانبه ولكن نقول اثارة العلم من العلم دقائق معدودات لا تفي بالغرض استغل موقفي هذا كذلك لأطلب العذر من صاحب المشروع لان قراءة المشروع في كثير من الاحيان تكون من الحجب المانعة عن قصد صاحبها قد تكون القراءة في كثير من الاحيان القراءة التي تدعي انها تحلل تكون هي في حديداتها مانعا من قصد صاحبها اذا فهذه القراءة لا تغني عن الرجوع الى الاصل وما ألفه الاستاذة السلامية سين رحمه الله في هذا المجال موضوعي سأتحدث فيه عن التربية الايمانية الاحسانية من حيث الماهية ومن حيث التأصيل من حيث الماهية بمعنى أن نبحث عن ما هي التربية الإحسانية عند الأستاذ عبد السلام ياسين في منهاجه اذا التربية الايمانية الاحسانية عند الأستاذ عبد السلام ياسين هي تربية بمعنى تنمية بمعنى ارتفاع اسلام ايمان فإحسان فهذا المشروع قائم على الجمع بين الهم الفردي والهم الجماعي فهو ينطلق في مشروعه التجديد من مركزية التربية الإيمانية الإحسانية في بناء الشخصية المؤمنة هذه الشخصية التي يعنيها مصيرها الفردي إحسانا كما يعنيها مصيرها الجماعي عدلا وذلك باعتماد مجموعة من الأصول أو مصادر المعرفة الإسلامية بصفة عامة قرآنية نبوية ثم اجتهادات علمية لعلمائنا الكرام فالأستاذ السلام يسير عندما يتحدث عن التربية الإحسانية لا يقصد بها ذلك المفهوم في عرف الثقافة المادية بأنها إعداد ذلك المواطن الصالح أو إعداد ذلك العالم المتخصص أو الكفء في مجاله وإنما يقصد بها التربية التي هي كما يقول أتي بي كلامه التربية الإيمانية الإحسانية شيء آخر غير التدريب الفكري غير التدريب الحركي غير التعليم السطحي غير التنشيط الجماعي غير كل هذه الجزئيات مما لا بد منه ومما يتوسع فيه الناس حتى يصبح هو التربية في نظرهم الغاية أن يعرف العبد ربه بأن يتقرب إليه حتى يحييه سبحانه ويكرمه بما يكرم به أولياءه وكل القربات من أقوال وأفعال وأحوال وأخلاق في جوف هذه الغاية وفي طريقها ومن شروطها بطابط الكتاب والسنة والاتباع وكل ما يسميه لسان الاستلاح تربية دون أن يحقق هذه الغاية فليس التربية التي نقصدها إذن التربية التي يعنيها الأستاذ عبسلام ياسين هي تعبئة طاقات فرضية لتندمج في حركة اجتماعية يعمل العاملون بجهد متكامل ينفع الله به الأمة فهو يراهن على التربية باعتبارين الاعتبار الأول باعتبارها أساس في بناء وإعادة بناء الشخصية المؤمنة لتعود لفطرتها ولترتقي في درجات محبة الله تعالى هذا الرهاد الأول الرهاد الثاني باعتبار أن هذه التربية هي الأساس الجوهري لكل تغيير يمكن أن يحدث في الأمة إذن فالتربية الإيمانية الإحسانية عند الأستاذ عبد السلام ياسين هي تحدث عنها بصياغ متعددة في الحقيقة تحدث عنها بصياغ متعددة منها أنه تحدث عنها باعتبار أنها تزكية والتزكية هي تطهير ونماء ببركة الله تعالى كما يقول أستاذ بسلام ياسين هي تزكية لأن المصطلح هو مصطلح قرآني قد أفلح من زكاها ثم يصحح بعد ذلك مفهوم هذه التزكية باعتبارها أنها ليست انزواء ليست انطواء وليست انكماشا عن الدات وإنما هي إرادة فاعلة يقول الأستاذ عبد السلام في هذا المجال وليس المؤمن المتزكي من يتفرغ ليله ونهاره للسجود والركوع وذلك عابد هارب من الدنيا له مع ربه شأن لا يعنينا منه إلا الإشارة إلى أنه حاد عن المنهاج القرآني النبوي الجهادي إلى الفضيلة الفردية ثم تحدث الأستاذ عبد السلام ياسين عن التربية الإحسانية الإيمانية بصيغة أخرى تفرد بها ولعلها كانت جامعة ومترجمة للمشروع العدل الإحساني بصفة عم وهو مصطلح أو مفهوم السلوك الجهادي فيقول ليكون السلوك الجهادي عملا مصيريا مصيريا رائده أن نعبد الله كأننا نراه ورائده الفردي عبادة الله كأننا نراه ورائده الجماعي إتقان الأعمال الجماعية لتحقيق إسلام العدل في الأرض وعمارتها وخلافة فيها إذن السلوك الجهادي هو سير قاصد نحو الله تعالى يجمع بين الهم الفردي والهم الجماعي ثم يتحدث عنه كذلك بصيغة أخرى فيتحدث عن الإحسان الجهادي وهذا الإحسان كذلك كذلك تفرد بهذا المصطلح ويقول ينبغي للتربية الإيمانية الإحسانية أن تربط جهاد النفسي لترويذها على الحق بجهاد العلم والعمل إذن الإحسان الجهادي هو جمع بين جهاد النفسي وجهاد العلم والعمل هو جمع بين الفرار إلى الله تعالى وبين الثبات على الصراط الثبات على دين الله تعالى في أرض النفير في أرض الجهاد بمعناه العام وليس بمعناه الخاص هذه بعض المفاهيم التي اختارها الأستاذ عبد السلام ياسين للحديث يعني السلوك الإحساني والسلوك الجهادي وهو اختار هذه المصطلحات تقاءا لبعض المصطلحات المحدثة التي أصبحت تسمى فيما بعد كمصطلح مثلا التصوف فيسأل ما العلاقة بين التصوف وبين هذه الألفاظ القرآنية التي هي كما قلنا تزكية تطهير تنمية وهي عندها أصول قرآنية فهو لا يبغي عن لغة القرآن بديلا بل يجد فيها الملاذ ولا يحب لا الشكلة كما يقول عندما يتحدث عن التصوف يقول لا أحب لا الشكلة ولا الإسماء معا لأني لا أجدهما في كتاب الله وسنة رسولي إذن هذا بصفة عامة ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بالمفاهيم مفهوم التربية الإيمانية الإحسانية لنقف على الأصول التي اعتمدها وقال أستاذ عبسلام ياسين في هذا الأمر فنعرف على أن تأصيل كل الأمر هو الذي يعطيه قوة فعندما نتحدث هنا عن التأصيل يعني من أين جاء بهذه التربية الإيمانية الإحسانية نجده دائما يكون المنطلق هو القرآن الكريم هو السنة النبوية ومن ثم عمد رحمه الله إلى القرآن الكريم تصفح معاني استقراءها واستخلص منها مجموعة من المعاني فقال إذا كانت التربية الإيمانية الإحسانية هي ارتقاء بالإنسان من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان إلى درجة الإحسان فهذا أصله في القرآن فالله تعالى قد ميز بين المؤمنين وبين المحسنين وبين المسلمين في القرآن الكريم حيث قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ثم يتحدث على أن القرآن يدعو إلى المصارعة يدعو إلى المصابقة يدعو إلى التنافس السارع وصابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذن هذه المصارعة والمصابقة هي كلها معاني قرآنية الهدف منها الهدف منها هو أن يكون الإنسان المؤمن من أصحاب الميمنة بل الأكثر من ذلك أن يكون من المقربين والصابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إذن درجات القرب هي أسمى ما يطلبه هذا المؤمن هذا الإيمان هذا الإيمان لا يقتصر فقط على كما قلنا على الانزواء والانكفاء يعني الدات ولكن كذلك الإيمان مرتبط بالجهاد فالله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض إذن هنا الإيمان لا يكتمل إلا بالعنصر الثاني اللي هو الجهاد في سبيل الله ثم ينفي الله تعالى في كتابه المساوات بين القاعدين والمجاهدين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ثم يؤكد على أن الذين جاهدوا يهديهم الله سبلهم ويحقق لهم صفة الإحسان أما إذا نظرنا إلى السنة النبوية نجده رحمه الله قرأ السنة النبوية قراءة مصطفضة جدا والدليل على ذلك على أنه ألف فيها وما تشاهدوا على ذلك هو كتاب شعبي الإيمان المتخصص في الحديث والذي كان هو موضوع ذكرى السابقة إذن قلت خبر جيدا مسائل الحديث وعرف على أن هذا الحديث النبوي فيه مجموعة من الأمور التي تؤكد لأنه نعرف على أن دائما السنة النبوية هي تطبيق عملي هي تجسيد تطبيقي لأحكام القرآن الكريم ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الطرب الإيمان الإحسان يرتقاء إيمان إسلام فإيمان فإحسان والحديث جبريل دال على ذلك جعله منارا سار عليه لإثبات هذا الأمر ثم تحدث عن أن الإيمان هو إيمان في درجة ثانية بعد الإسلام أن نعبد الله أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم تحدث عن الإيمان باعتباره أنه له روافد وله شعب كما تبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان يتجدد يبلى ويتجدد بقول لا إله إلا الله هذا الإيمان ذوق وهذا الإيمان يضاق له طعم يضاق يضاقه من آمن بإله ربا الإسلام دينا ومحمد رسولاً ونبي ذاق طعم الإيمان ثم بعد ذلك يتحدث عن أن رسول الله كان يعلم صحابته على أن الجهاد لا يمكن أبداً أن ينفرد عن الذكر وهنا نستحضر حديث سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات والحديث نعرفه أنه جاء في سياق جهادي لم يكن في سياحة ولم يكن في سفر وإنما كانوا في جهاد إذن هنا علم الصحابة رضي الله عنهم أن الدين ليس هو انكفاء وليس هو انطواء وإنما هو ارتقاء وتزكية وتطهير وارتفاع في درجات حب الله وحب رسوله كانت الرؤية واضحة لديهم كانت الرؤية واضحة فيما يخص السلوك الجهادي فهؤلاء الذين كانوا صحاب الذين كانوا يبغون أو أقصى ما يبغون هو الحسن والزيادة هم الذين حملوا لواء الجهاد مجاهدين في سبيل الله وهكذا كانت الرؤية واضحة لديهم ثم بعد ذلك نقف على الجهادات العلمية فالأستاذ سلام ياسين كذلك نظرة في كتب العلماء في كتب المحدثين في كتب الأصوليين في كتب الفقهاء وكذلك فقهاء التربية فتحدث عن المحدثين وأثنى عليهم وقال إنهم خدموا هذا السلوك لأنهم هم الذين حافظوا على خبر السلوك الجهادي كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أدنى تعارض بين المحدثين وبين السالكين إلى الله تعالى ويقول هناك من المتحدثين من تربوا على يد شيوخ صوفية وهناك من المتصوفة من تخرجوا من علم الرواية ثم تحدث عن الأصوليين عن الفقهاء وقال الفقهاء وإن كانوا وإن كانوا قد تخصصوا في علم الظاهر إلا أنهم قد تحدثوا وأبدوا رأيهم في الموضوع وقال السلام أن هناك منهم من هو على قدر مشترك بين قوسين مع أهل مع القوم يعني اللي هما الصوفية وجاء بنموذج هو الإمام بن تيمية باعتباره هو الكلام هو شهادته يقول هو الفصل في هذا الأمر فيتحدث عن أن بن تيمية تحدث عن المتصوف وقال من سماهم طاريخ صوفية ففي القرآن سموا ما يسمى بالتصوف يقابله السلوك إلى الله تعالى وجاء في حقيقة بالعديد من النماذج كالبنقيم الجزية صاحب كتاب مدارج السالكين ودار الهجرتين فهما كتابان في السلوك بامتياز ثم بعد ذلك تحدث عن حتى عن الأصوليين مثلا تحدث عن الإمام الشاطبي وهو وإن كان يقول وإن كان ليس من أهله إلا أنه تحدث عن التصوف وميز بين قسمين الحديث طاول عن هذا المسألة أمر للحديث عن الفقهاء عن الفقهاء التربية أقصد القوم وأصحاب السلوك هنا كذلك نظر الأستاذ عبدالسلام ياسين في كتب المتصوفة وأخذ منهم وميز بين طريقتين أو بين سلوكين سلوك المجاهدة وسلوك الشكر فهو عندما تحدث عن هذين السلوكين عقب عليهما بأدب بمعنى أنه اعتبر أن سلوك المجاهدة هو سلوك ظهر أو كان في القرون الستة الأولى يعتمد على جهاد النفس وعلى مجاهدتها على الصمت والصهر والجوع وكانت تعتمد على أساسين الأساس الأول هو أن الوصول إلى الحق أو القرب من الحق لا يمكن أن يكون إلا بالابتعاد والعزال عن الخلق هذا أول ثم المسألة الثانية الاعتماد على الصحبة الفردية بين الشيخي والمريد وهذه من الأمور التي علق عليها الأستاذ عبدالسلام ياسين بعد ذلك أما السلوك الثاني الذي هو سلوك الشكر والذي ظهر مع الإمام الشاذيلي رحمه الله تعالى وهذا يقوم هذا السلوك يقوم على التخفيف على النفس وتركيز على الشيخ باعتباره له أطر كبير في تسليك في تسليك المريد فهذه كلها أمور تحدثة عنها الأستاذ عبدالسلام ياسين ولكن يعود للحديث عن أن التربية الإيمانية إحسان يجب أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعت بين الهم الفردي والهم الجماعي إذن هذا هذه الحس يعني حس الرجوع إلى الصحابة رضي الله عنهم كان دونه عقبات نتحدث عنها إن شاء الله في مداخلة أخرى ثم نتحدث كذلك عن ثمار هذه التجربة مع مداخلة تأتي بعد وأستغفر الله لكم ولجميع المؤمنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر